هذه المقابر الجماعية شاهدة على أسوأ الكوارث الإنسانية والحروب التي وقعت في الوقت المعاصر غاز الصرب الحاقد المسلمي في كوسوفا عام 1998 ميلادي فقتل 120 ألف مسلم ودمر 250 ألف منزل و218 مسجد واكتشف 600 مقبرة جماعية وكان هناك آلاف المشردين أقام الصرب مجازر ضد المسلمين في كوسوفا لو كانت في بهائم لما سكت عنها الغرب قتل جماعي قرى كاملة تباد وعشرات القرى تحرق يقول طبيب أمريكي شاهد عيان أن الجنود الصرب جمعوا عدد من أطفال المدارس في ملعب رياضي ثم بثروا أيديهم بصواطير حادة وألقوا الأيدي المبتورة في براميل النفايات وتركوهم ينزفون حتى الموت يبقر بطن الأمة الحاملة وهي حية ويخرج الجنين ويقتل أمام عينيها عرب كثير من الشعف العراء هاموا على وجوههم في اتجاه الدول المجاورة فرارا من الموت وحفاظا على أعراضهم ولكثرة الجرائم والقتل خشي الصرب من التدخل الدولي فأرادوا تهجير البقية الباقية حتى إذا أصبح فيه تسوية لا يوجد مسلمين فأخرجوا المسلمين في كوسوفا بالقوة من بيوتهم وكثيرا ما يقتلون بالسكاكين والفؤوس لإرهاب الناس أكثر ويقولون أخرجوا أو نقتلكم ونقتصب نساءكم أخرجوا الشعب في شاحنة الأغنام نساء وأطفال وكبار سن بلا غذاء ولا غيطاء في برد قارص إلى مخيمات ودول الجوار ثم قام الصرب بإحراق الهويات والإثباتات ثم يصرح الرئيس الصربي كل من لديه وثائق تثبت أنه من كوسوفا فليرجع إلى قريته أو مدينته وهو من أمر بإحراقها غرابة أن يصمت الغرب عن دماء المسلمين التي تسفك في قلب أوروبا وينشغلون في استقلال جنوب السودان واستقلال تيمور الشرقية النصرانية عن إندونوسيا وبعد براكين الدم وأهات الجرحة وبكاء الثكالة التي تتخطفهم الطائرات والقاذفات تدخل الغرب واستقلت كوسوفا عام 2008